لا شك بأن السباق محتدم على أشده بين أعضاء الرئاسي المقترح هذه الأيام لمن ينحني أكثر للأسير حفتر والفوز بالحصيلة الأوفر من التنازلات المقدمة له رئيس حكومة البعثة الأممية فايز السراج يهنئ مجرم الحرب حفتر وميليشياته بمناسبة ما أسماه تحرير جنفودة متناسيا أن ميليشيات الأسير هي من فجرت السيارة أمام السفارة الإيطالية بطرابلس وأنها من أحرقت جثث الثوار وأنها من اغتصبت الأطفال وأنها من اغتالت المدنيين ورمت بهم في أكوام القمامة وأنها لم تحارب عناصر تنظيم الدولة في سيرت بل هربت رفاقهم وأمنت انسحابهم من بنغازي نائب الرئاسي المقترح أحمد معتيك كذلك يدعم بقوة صحوات الأسير حفتر ويصفها أنها تحارب ما وصفه بالإرهاب ووضعها في سلة واحدة مع قوات الثوار المشاركة في تحرير سيرت من عناصر تنظيم الدولة ونائب آخر بالرئاسي وهو فتح المجبري يطالب بإشراك المهزوم حفتر في كل تسوية معتبرا أن أية حلول في ليبيا لا يمكن لها أن تستقيم إذا ما بنيت على استبعاد أو إقصاء حفتر أما المدعو علي القطراني أحد نواب المجلس الرئاسي فدائما ما يؤكد أن المجرم حفتر هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه وفي إحدى المرات صرخ غاضبا في وجه رفاقه بالرئاسي المقترح من المستحيل أن أتخلى عن حفتر وأن أخذ والده عنوة من بيته أهون عليه من سلب القيادة من حفتر أما وزير خارجية حكومة البعثة الأممية محمد سيالة فشدد على أن ما أسماه بالجيش الوطني بقيادة الأسير حفتر هو نواة للجيش الليبي الموحد وهكذا يتضح جليا بأن الصراع لا يزال حامل وطيص بين أعضاء الرئاسي المقترح في بطولة تخلو من أي بطولة ومتشبعة برائحة الخيانة والعمالة فمن ينحني أكثر يكون الأوفر حظا بالظفر بلقب الصاغر الأكبر